صالح إقائق معنا نحن نتحدث إليك ونتابع صور مباشرة من منطقة شمال غزة لغارة إسرائيلية عنيفة في هذه الأثناء على أحد المواقع المستهدفة في المنطقة الشمالية كما ذكرنا إذن أعملت دخان ترتفع في سماء قطاع غزة بعد غارة إسرائيلية عنيفة وبعد بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي أعلن فيه عن أنه سيبدأ رسميا في توسيع عملياته البرية في غزة لتشمل جباليا وحي الزيتون إذن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يبدو بأنه مستمر وسيكون مكثف في الساعات المقبلة مع إعلان الجيش الإسرائيلي على توسيع عملياته في منطقة جباليا وحي الزيتون ونحن نتابع ترجمة لكلام الإسرائيلي على المستوى العملي العسكري بغارات كثيفة وعنيفة في المناطق الشمالية من قطاع غزة مع استمرار الاشتباكات العنيفة مع فصائل المقاومة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال بأن جنود الاحتلال شهدوا اليوم معارك ضارية مع حماس كان هناك بيان صادر عن سرايا القدس تحدث أيضا عن اشتباكات عنيفة في حي الشيخ ردوان في المنطقة الغربية لشمال قطاع